اشتركوا في القناة سوف أتكلم اليوم عن لواية القوس والفراشة للمؤلف المغربي محمد لشعري وهي أول قراءة بالنسبة لي مع أي مؤلف وقرأت الكتابة الفائز على جهزة البوكر مناصفة مع طوق الحمام في عام 2011 لا هو فائز في 2011 ولكن السنة قرأت لاحقاً من الأيام هذه في اكترونياً رواية طبعاً من ستايل سلوبها ونمطها من نوع اللي يسمى الأدب ويطرحها ويناقش القضايات القضايا المجتمعية سلوب السرد تمتعت الرواية بسلوب سرد لغوي مفعم بالشاعرية الوصف أعتقد أن ذلك يعكس الميون الشعرية اللي موجودة عندك تسع روايات شعرية أقسام الرواية الرواية تنقسم لوحة بينها تنقسمها إلى ثات أقسام أساسية وهو القسم الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث هذه هي أقسام أساسية كل قسم طبعاً الجيل الأول يتكلم عن الجاد الجيل الثاني يتكلم عن الآب الجيل الثالث يتكلم عن شونه حصل مع ابن وشونه واصل الآب بحياته الأقسام الفرعية منها هي الفصول اللي بس الموجودة بالكتاب طبعا ما را عدر لكم الأسمان أنا طويلة ثمانة فصول موجودة بس أكثر فصل منهم عجبني ولاق عجابي هو الفصل للحالمون وغيرهم حيث تناول في هذا الكاتب الجزئية اللي خاصة بالمصيبة اللي حصلت للإبن وشلون مع الوقت للأب قاعد أن يتخيل ابن المفقود لا زال يطلع إليه ويتراء إليه في هيئات ضربابية ظلم يعني وحي بالنسبة إليه أصبع فكان تمثيل بالنسبة للجزئية جدا عجبني في الرواية مثل ما قد هالفصل ولم يعجبني فيها ببعض الحشوب ونعيث السياسة والمشاكل الاقتصادية وتفشي الفساد والتطرف الديني والأمور كثيرة عديدة موجودة داخل هذا الجانب من المشاكل فحسيت أنه يعني لو صبها على قضية واحدة اللي كانت أفضل ما أنكر أن الجهد مبدول واضح في الكتاب في عدد صفحاته 335 صفحة بس هذا الشيء شوي ضعاف من الرواية نجي للجزء التقيم قبل التقيم بس حابنا أن أتبين أن الرواية فيها جهد موجود وباين بكتابتها في تناول قضايا عادة بس التركيز فيها على والتشعب الأصار على أكثر من النوم تلاقي أنك أنت تركز هل على دور الأبك صحفي وسياسي يساد السر هل هو على الدور الجد كم شخصية أصامية كسرت وذلت هل كعلى الأب الأبن يعني تعب عليه تمت ببعثة ابتعاثة إلى فرنسا للدراسة ويطلع في السور الثاني موجود جنب هل جنود طالبان لاقي هدفه المواضيع السياسية المواضيع اللي خاصة بالشعور هذا الشخص أو الشخصية البطل الخمسين الموجود في الرواية وقاعد يسرد معاناته وقاعد يسرد يومياته بصورة فيها ديستوبيا شوية تحس أن بصل مفروض إلى مرحلة عمرية خلاص حدد فيها أهدافه أنه لا زال يعني هسه رغم عمره الخمسيني ورغم التقافة الموجودة عنده رغم أنه كان يكتب في الأذاب رغم أنه كان في السياسة إليه مجال إلا أنه أسريا مفكك علاقته مع زوجته ضعيفة جدا الحياة بالنسبة إليه سلسلة صدبات أصدقاء مهدودين كارثة ابنه عزت كيانه غيرت منظورها للحياة أصبحت النظر السوداوية بالنسبة إليه صديقته يعني ما نعرف شلون ندخل لها مبارد في الروائة كل الأمور هذه معرفة جزية مروائة بالنسبة إليه وعجبني بس فقط فيها الفصل الخامس اللي كان يتكلم عن الحالمون هذا الفصل قاعد يصفي ابنه ياسين وشلون رجع إليه في رؤية بكل وقت يعني يمكن خلنا نقول شلون بعد ما وفاته أصبح يتردد عليه أكثر من الفترة اللي كان فيها موجود معه لمن كان حياة يعني كانوا يجتمع معه أصبح يتحاول معه يتجادل معه يدخل فيه أمور كثيرة معه لدرجة أنه في مرات كان قاعد يتكلم معه وجدت صديقته ليلى فتسأل أصبح يتكلم معه أصبح تتكلم ابني موجود متوفي بس شلون التمثيل في هالجيزيه هاتيش لمست الأمور المشاعر فيها مش كانت جدا جميلة حبيت هذا الفصل صراحة الى اثنين ونص من خمسة الرواية مش سيئة جدا ولكن ما عجبتني الى درجة فوق التوقعات كانت يعني بسيطة سلسة سلدها خفيف نوعا ما مش دسمة المحتوى مثل الارواية السابقة ايه كان كلها عندي لحلقة اليوم اتمنى ان الحلقة نارت عجبكم ان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة وغاية بوكرة جديدة وترجمة نانسي قنقر مع السلامة